اشتركوا في القناة بعادة تأهيل حوالي ست فرجان من الفرجان القديمة لانعتزبها يعني قامت الوزارات المعتمدة بوضع الخطط لتنفيذ التوجيهات وهذا يعني مشروع احنا يعني جلالة الملكة الله يحفظها يعني ينكل كل المحبة والتقدير انه يعني يوجه الوزارات المعتمدة انه ينتبهون له يعني ما عادت الفرجان فرجان الاول تغيرت فيعني المطلوب عادت تأهيله من اول وجديد احنا طبعا اليوم تشرفنا باليقاء جلالة الملكة الله يحفظه مع وزيرة الاسكان مع الهيئة الثقافة لاستعراض كل ما يدور على الساحة في المحرق القديم واعتقد انه ثلاثة عناصر هي يعني الجهة اللي يعني يلسين نشتغل عليها اللي هي طبعا طريق اللؤلؤ وقصر الشيخ عيسى والفرجان الستة المعتمدة لعادة التأهيل فاستعرضت الوزيرة امام جلالته وكان يعني من اروع ما يمكن يعني في طرحة للأسئلة الشي الجميل ان احنا يعني بنحتفظ بامور كثيرة من هالتراث العظيم اللي محرق تحتفظ به خاصة قصور شيوخ الجوامع والمساجد هالبرايح ذي هالمكتبات القديمة الطرق هالدواعيس ذي كلها يعني بنحتفظ به لكن يعني لا تمنع ان الحضارة لابد ان يكون لها دور في هذه الاشياء فالبيوت ان شاء الله يعني اللي بتبنى من خلال وزارة الاسكان فيها الشروط المتكاملة خاصة ان جلالته يعني الله يحفظه مهتم جدا بالاشياء القديمة الموروثة اللي يعني ما زلنا نحتفظ به ونعتز يعني بالتاريخ تاريخ آل خليفة الكرام اللي كانوا موجودين يعني في المحرق فلابد من عودة الى المحرق القديمة وسورها القديمة حتى السور القديم تم تعيينه وان شاء الله امر جلالة الملكة اللي حفظه وحدد النقطة اللي بيقام فيها سور المحرق القديم اشتركوا في القناة